شوفوا لي هالجمال وشوفوا لي هالحلاوة تعالوا نعمل مع بعض فطائر المقلات السريعة بطريقة جدا سهلة وبسيطة ما رح نحتاج غير دقيق ملح وماء تابعوا الفيديو حتى النهاية وشوفوا الطريقة بالتفصيل ورح تضمنوا عليها اول حاجة جبت وعاء خليت فيه كوبين من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح ونصف كوب من الماء طبعا الماء يكون عادي يعني ما ضروري يكون ماء دافئ يكون ماء عادي يعني على درجة حرارة الغرفة نخلط المكونات كلها ما بعضهم باستخدام الملعقة بهالطريقة ونبتدي ناجن شوي شوي بيدي لحظت هنا ان العجينة ناشفة معي فضفت ربع كوب من الماء يعني كمية الماء صارت عندي كوب الى ربع واصلت العجن بهذه الطريقة مثل ما شايفين لازم يكون قوام العجينة نفس هذا القوام بعد ما كملت العجن ضفت عليها ملعقتين كبار من الزيت النباتي ودهنتها كلها بزيت النباتي بهذه الطريقة ولا اسهل منها من هذه الطريقة صراحة بعد ما دهنتها كلها بزيت استمرت في العجن شوي مجرد ثواني معدودة ومن بعد غطيتها وخليتها ترتاح تخلها ترتاح يعني تقريبا من عشر الى ربع ساعة من عشر دقائق الى ربع ساعة بعد ما خليتها ترتاح جبت حفنة من البصل الاخضر وقطعتها قطعة صغيرة بها الطريقة انا حبيت الفطائر احشاها بالبصل الاخضر بيعطيها نكهة لذيذة جدا خاصة يعني لما تكون ساخنة وتكلوها وتكون محشية من دخل بالبصل الاخضر يعني عندها نكهة لذيذة جدا يعني جربوا الطريقة وشوفوا اذا تحبوا انتم تحشوها بايشي يعني متوفر عندكم في البيت بامكانكم عادي يعني الحشو على حص برغبتكم انتم وحتى اذا ما حبتوا تحشوها عادي وحتى اذا حبتوا تحشوها بالجبن عادي يعني فجبت العجينة حطيتها على رخامة المطبخ طبعا قبل رخامة المطبخ رشت عليها شوي دقيق وخليت العجينة فوق الدقيق قسمت العجينة الى اربعة قطع بها الطريقة ومن بعد خذيت كل قطعة وشكلتها على شكل كرة مثل ما شايفين بنفس هذي الطريقة طريقة تشكيل الكرات مثل ما شفته في الفيديو جدا سهلة وبسيطة خليت الكرات على جنب واكيد غطيتها معنى الهوى وجبت اول كرة رشت عليها شوي الدقيق وفتحتها شوي باستخدام ايدي ومن بعد بديت افتح شوي باستخدام القلقالة بنفس هذي الطريقة مثل ما شايفين يعني نفتح العجينة بنفس هذي الطريقة بالضبط طريقة جدا سهلة وبسيطة لازم يكون صمك العجينة نفس هذا الصمك يعني ما تكونش اسميك كثير يكون صمكها مثل ما شايفين في الفيديو نفس هذا الصمك بالضبط الان جبت ملعقة صغيرة من الزبدة ودهنت العجينة من الوسط بالزبدة ومن بعد جبت حفنة من البصل ورشيت البصل فوق العجينة وفوق الزبدة بهذه الطريقة وابتديت الف الفطيرة مثل ما شايفين بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو ناخذ شوي من اليمين وشوي من الشمال وهكذا يعني طريقة الف الفطيرة مثل ما شايفين جدا سهلة وبسيطة ولا اسهل من هذه الطريقة صراحة يعني الاذفة طائر ممكن تعملوهم ومثل ما قلتلكم اذا ما حابين الحشو يكون بصل الاخذر والزبدة بامكانكم عادي تخلو الحشو جبن او صلصة طماطم مع جبنة موزاريلا وزيتون يعني هلحص برغبتكم انتم اول فطيرة صارت جاهزة الان نجيب الفطيرة الثانية ومثل ما شايفين رشت عليها شوي الدقيق ونبتدي نفتحها شوي بايدي بها الطريقة ومن بعد نجيب القلقال وبنفس العملية نبتدي نفتحها باستخدام القلقال بها الطريقة لازم مثل ما قلتلكم الفطيرة ما تكونش اسميكة كثير يعني تكون رهيفة جدا وبعد ما فتحتها جبت منعقة صغيرة من الزبدة ودهنتها بالزبدة وبنفس العملية حفنا من البصل الاخضر ومثل ما شايفين حاشينا الفطيرة بالبصل الاخضر والزبدة ونبتدي نلفها بنفس هذه الطريقة يعني مثل ما قلتلكم طريقة اللف جدا من ابسط واسهل ما يكون صراحة والفطيرة الثانية صارت جاهزة بصراحة انا اعشق هذه الفطائر بحشوة البصل الاخضر يعني عندها نكهة خاصة خاصة لما تكون ساخنة يعني لذيذة لدرجة ما تتخيلوها يا جماعة الفطائر صاروا جاهزين جبت المقلية وخلتها على النار خلت فيها تقريبا شوية زيت ودهنت المقلية كلها بالزيت بعد ما ساخن الزيت جبت الفطائر وخلتهم في المقلية بهذه الطريقة مثل ما شايفين دهنتهم من فوق بشوية زيت ومن يبطلوا ياخذوا اللون الذهبي نقلبهم من الجهة الثانية وهذه الاذ واسهل فطائر ممكن تعملوها سجلوا هذه الوصفة الرمضان 2024 ان شاء الله ومثل ما شفت المكونات جدا بسيطة الدقيق ملح وماء الفطيرة الاولى صارت جاهزة نطلعها ونخلىها في صحنة التقديم الفطائرنا الاوليين صاروا جاهزين الان رح نقلي الفطائر اثنين المطبقيات طبعا انا كمية الدقيق اللي عملتها كوبين بحجم اربعة فطيرات يعني بامكانكم اذا تحبوا دليدو من الكمية دليدو من كمية الدقيق والماء عادي يعني ومثل ما شايفين الفطيرات الثانية صاروا جاهزين بعد ما قليناهم وتحصلنا على هذا اللون الذهبي من جاهتين وفطائرنا مثل ما شايفين صاروا جاهزين ريحتهم وين واصلة الاذ واسهل وصفة فطائر في المقلاة بدون فورن بمكونات كلهم متوفرين عندكم في البيت اتمنى تجربوا الوصفة ورح تصير عندكم ادمان وبالنسبة للحشوة ممكن تتفننوا في الحشو يعني رح تحشوا بايشي يكون متوفر عندكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة